تمكنت قوات الجيش الوطني من ضبط عدد من الأسلحة في مختلف جبهة القتال إلى جانب ألغام متطورة إيرانية الصنع في جبهة الساحل الغربي ومحافظة صعدة ومنها منطقة الفازة ومنطقة العصين في محافظة صعدة إضافة إلى قيام قوات الجيش بضبط خرائط الألغام ومخططات لاستهداف مواقع في المناطق المحررة حيث أن الجيش سيستفيد كثيرا من خرائط الألغام في نزعها بشكل سريع في مديريات مختلفة الأجهزة اللاسلكية أيضا ضبطت بحوزة أسرى من مقاتلي وقيادات الحوثيين الذين سقطوا في قبضة الجيش وهذه الأجهزة إيرانية الصنع خدمت الجيش الوطني كثيرا في الحصول على معلومات عسكرية هامة ساعدت في الأيام الأخيرة على التقدم بشكل سريع وكبير واستطاع الجيش الوطني من خلالها التنصت على الكثير من المكالمات بين القيادات الميليشيوية الخوفية والحصول على معلومات سرية وهامة التنسيق المطلق ما بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض مع التحالف العربي هي نتيجة الانتصارات المتوالية سواء كان في جميع الجبهات ونقص بالذكر الساحل الغربي هذه الانتصارات الكبيرة التي أدت بطريقة مباشرة إلى تهاوي قيادات الصف الأول لجماعة الحوثي الإرهابية وانهيارها واحدة تلؤ الأخرى خصوصا بعد النجاح الاستخباراتي للتحالف العربي في القدرة على إصابة وإنهاء أبرز قيادات الصف الأول ليس السلاح وحده ما تم اكتشافه من قبل الجيش الوطني فالميليشيات الحوثية عمدت إلى نهب البنك المركزي والمؤسسات المصرفية في وقت سابق وشرعت في إخراجها فورا بعد سرقتها إلى مدينة بعيدة عن صنغاء حتى يسهل التحكم فيها ولا تكون هناك رقابة على هذه الأموال إلا أن الجيش نجح خلال الأيام الماضية من رصد مواقع هذه الأموال من خلال عملية استخباراتية ومعلوماتية أثناء نقل كميات من هذه الأموال من مكان إلى آخر مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن